اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بن محمد بن جبر المهيري وعلى المركز الرابع فخام عبيد بن خلفان بن عبيد بن طوك العليلي وهناك سمحة لسالم بن سعيد بن منانا منطلقة على المركز الخامس هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة في هذا الأداء المميز تابع مشاهدين الكرام الصدارة نتابع المقدمة في أول كيلو قطعناه وفوايد لازالت مسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة سيد زايد بن حمد بن علي العويسي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور شواهين في المركز الثاني مبارك بن فهد بن محمد اللحمر البريك منطلق على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث قارة لسيد السيد بن محمد بن جبر المهيري هي المنطلقة على ثالث المراكز والمركز الرابع فخام عبيد بن خلفان بن عبيد بن طوك العليلي وهناك سمحة لسالم بن سعيد بن منان أيضا قادمة بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة نعود مشاهدينا الكرام نعود هنا إلى التحدي نعود إلى الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع فوايد من تقترب من الكيلومتر الأخير فوايد تفتتح الكيلومتر الأخير لزايد بن حمد بن علي العويسي على صدارة وعلى المركز الأول بينما شواهين في المركز الثاني شواهين مبارك بن فهد بن محمد على المركز الثاني والمركز الثالث قارة قادمة قارة قادمة في هذه اللحظات لسهيل بن محمد بن جبر لمهيري أيضا قادمة بتحدياتها وسمحة لسالم بن سعيد بن منان رابعا أيضا قادمة بالتحدي ولكن الصدارة الصدارة مع فوايد فوايد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة لحمل سيد زايد بن حمد بن علي اللي عويسي هي المسيطرة هنا فوايد زايد بن حمد بن علي اللي عويسي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول قار في المركز الثاني قار على المركز الثاني هي قادمة للسيل بن محمد بن جبر لمهيري ولكن فوايد مسيطرة على هذا الأداء المميز الجميل بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا تهانينا لزايد بن حمد بن علي لعويسي على فوز فوايد بالمركز الأول تهانينا والنامو السلام لأهالي البريمي على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصولها إلى الفوز وإلى النامو السلام المركز الثاني قرى لسيل محمد بن جبر مركز الثالث شواهيد مبارك بن فهد بن محمد الحمر البريك وسامحة لسالم بن سعيد بن منانا وأربع دقائق تسعة واربعين ثانية هو التوقيت الزمني لمجريات هذا الشوت فهانينا والنامو السلام هكذا مشاهدين الكرام نأتي إلى ختام سباق صباح هذا اليوم عمل لقاء بكم صباح القادم نتقبلوا تحيات الجميع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة